السلام عليكم شبابنا ناخذ السمال انتستان. طبعاً بالسمال انتستان وباللاغة انتستان بين المحاضرين أحصر هاي الفيديو عبارة عن عبارة عن عبارة عن سوالف بيناتنا. نقرأ ونترجع ومسالوا فيهم سوالف ما بيهم لديك الأفقار أو الأشياء القولية. وهي الأنسلة طبعاً كلها هيت. وبشكل خاص بالسمال انتستان واللاغة انتستان. فنبدأ. نقول ستة الى سبعة متر شنو اللونق مالتها ستة الى سبعة متر يعني شوفوا طويلة كل شوفوا جسم الإنسان بأنبوب هو هلو أرغان طولة ستة الى سبعة متر فهذا يعني صاير مثل ما تشوفه هنا يعني روحات وجايات نضور هيكي على مودي ستة الى سبعة متر. وهو شنو الدايمتر مالتها سمال. راح ناخذ اللارتر بالعكس المهم. الدايمتر 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 مالتها عالي والطول مالتها قليل. الدايمتر هي الدايمتر وصير كل شيء من طوايا وهي شيء. ستة الى سبعة متر. It's the major site for the absorption of nutrients. وظيفتها الأساسية. هيا خلوا جواهميتها الأفخاط لأنها هي وظيفتها. Absorption. Okay. Important features of small intestine are villi. وظيفة شون نعرفها حتى بالعملية. ما راح نجي لل small intestine نقول نعرفها من villi. من المايكروبيل. Which increase surface area for absorption. من أحتاج absorption إذا عندي هاي ال small intestine. إذا بس هي مساحة يعني هي طولها مثلا 6 إلى 7 متر. Surface area ما لاتههم على قد 6 إلى 7 متر. بس من راح أسوي villi هي شيء. راح شنو بالبداية هي plica circularis طبعا تزيدها بس هو ما حاتي عن plica circularis. حاتي لقوضل عندي villi. عندي من اللي villi هي خلايا تطلع. كل شيء صغار وهواي. مايكرو villi. ذن راح يزيد المساحة السطحية كل شيء هواي. وهس نحن نحن يعني بنهاية المحاضرة راح نحتبلغات الأرقان ونشوف. Which increase high surface area for absorption. Microscopically. Microscopically. The lining of the small intestine shows a series of permanent circular of similar 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 forms. شنو اسمها plica circularis. هاي plica circularis يعني اشوفها microscopically. يعني اقدر اشوفها ميكروسكوب يعني مو بالمايكروسكوب مو بالمتهب. بالعين المجردة اقدر اشوفها فهي هي كل اشتبيرة. Plica circularis صايرة واضحة قدامي. اللي هي شنو هاي permanent circular او simulina fold that. صايرة يا ما شكلها circular او simulina. Consisting of mucusa and submucusa. البica circular سمنين تتكون لي من يعني انبعاد صائحية للأعلى. الداخل اللي لليومن بميوكوزة او بصبو ميوكوزة. فهي. which are best developed. وان نشوفها اكثر شي. البlica circularis نشوفها بالجودينام. بالجودينام. اللي هو الجودينام. طبعا هذا الجودينام راح بالاخير نحشي هنا. اه. اتمنى اترها مقارنة للمصادرين عليها قبل هاي. يعني باليومي. ما راح نحشي هنا بالاخير عن المقارنة بين الدودينام. والجودينام والاليوم. فرح الجودينام نلقع بيه فيت شي مميز والاليوم نلقع بيه فيت شي مميز. الجودينام ما بي. هذا ما بي لاهاي ولا هاي. هو شنو المميز به. مميز به انه البlica yetriculares. موجودة كل شب يا. يعني كل شواقه حزين البلكا see advisory. بس البلكا سحك Latin وجودها بالجودينام. يعني من يشوف مزهر ب valley kascissen put Oblicas circular بصورة مزهرية. بيها培 b embraced circulars. ما اقدر اقول انه أنا مئة بالمئةばい بجودينام. لأن هي هم موجودة بالدودينوم و بالإليوم فسيه يعني بس developed وأكثر شيء واضحة وكذا بالدودينوم فالدينسي covering the entire mucosa of small intestine شنو اللي رطيلي راح يرطيلي الفلاي الدينس covering the entire mucosa اللي رطيلي الميوكوسة of small intestine هن الفلاي اللي هي غالي لأوتوكوس called villاي هاي الفلاي project intel lumen يعني بروزات تروح لي لليليوم هاي باتجاه لليوم طول هاي هو 0.5 إلى 1.5 يعني من نص إلى 1.5 باعوا لتابعوا لعالوحدات انتبهوا لعالوحدات شنو 1 مليمتر 0.5 إلى 1.5 مليمتر هاي الفلاي تطلع لي مني تطلع لي يعني covering the entire mucosa طيب هن شنو هن finger like or leaf like projections covered by شن اللي يغطيها simple columnar epithelium of absorptive cells called introsize with many interspersed goblet cells هنه هسا يعني دغيرتين ونبدي بالخلايا اللي موجودة بس يقول هسا هاي مو هم ديبلاي بليكا سيركولارس بليكا سيركولارس بيها عدد هاي الفلاي أجينا الوحدة من الفلاي هي تي من أجل الفلاي ألقى ألقى عليها مجموعة خلايا absortive cells اللي هي simple columnar cells هاي simple columnar cells يعني كل مجموعة خلايا simple columnar cells ألقى بنصحن فتخلية ألقى بنصحن فتخلية أصيح لها غوبلس cell أوكي هنا هم عندي غوبلس cell وبصفحة خلايا منها ومنها simple columnar absortive cells أو اللي اسمها الثاني simple columnar يسموها يسموها introsize فلذلك يقولي يقولي يعني خلايا وظيفتها الامتصاص cells وش بيها بياناتها أكو غوبلس cell حساني وضحت هاي غوبلس cell الخاضر احنا احنا الزرق ومنا ومنا عيندي absorptive cells أو انترسايت اسمها إيج فيلس رح نحنحة عن كل فيلاي المفرد ما الفلاي هو فيلس إيج فيلس هايز أكو رفلوس connective tissue that extends from the lamina property من اللامنا property يجيني أنت محتويات باعو يا على محتويات محتويات Fibroblast smooth muscle fibers lymphocytes plasma cells بعد fenestrated capillaries central lymphatic called lacteal وأيضا هو glendات حنبي فالمختصر أنه فيلس فيلس بيها كور الكور بي ينتج اللامنا من اللامنا بي هواي شغلات كل شغلات فايبر بلاس smooth muscle fibers capillaries lymphocytes plasma cells fenestrated capillaries and central وهاي lacteal lacteal شنو إذا قلي dif شنو هي lacteal فرار أقول أعب هي central lymphatics وين موجودة central lymphatic وين موجودة موجودة فيلس كور أو فيلس بكل بساطة بس انتبهوا لأنه ما يروح نبالكم اللاكتيل هو central lymphatic موجود بال فيلس intestinal glands called glands of liver cone أو جيس رحل cribs of liver cone هاي located in لامنا برابرية الغدد اللي رح نلقاه بال هن بال small intestine هي موجودة بال لامنا برابرية بدود نمهم رح نلقى غير ردد بس هنا بشكل عام على طول small intestine عندي intestinal glands intestinal glands اسميها glands of liver cone هاذا شخص اكتشفها وتعارضنا بيها وشلع قلوبنا الله يوفق هاي هاي هاذا نسميها glands of liver cone أو cribs of liver cone موجودة بال لامنا برابرية of the small intestine واللامنا برابرية طبعا هم رح من الاشياء اللي تكون لي ال اش يسميها ال villas اوكي لان هنه قلنا بالبداية intestine on villas تمتدلي from the lamina per bar bar المهم بشكل عام هي crypt of liver cone موجودة باللامنا برابرية بعد من دو خنفسنا أكثر يعني هاي اللغدة تفتح على الباس مالتها بالقاعدة مالتها تروح لعلى الميوكوز وتنطي إفرازاتها وإفرازاتها السويلي شغل وها هي بيقول عندي عدة خلايا موجودة بال glans بال intestinal glans بدي أحكي لك عنهم أحكي لي وبدون دو خر شنو ذن الغدد احنا أخذنا بال gastric glans أخذنا خلايا بدي خلايا ويجب بدي خلايا ويجب خلايا ويجب خلايا ويجب خلايا لأنه أفكر بس خلايا موجودة هنا بالنسبة لدي مجموعة خلايا طبعا أريد خلايا 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 أول خلايا انتروسايت انتروسايت قلنا هنا بالتفصيل قلنا هي الخلايا التي اسمها مسؤولة عن الامتصاص طول كولومنا cells هي كولومنا فال البثيليم مالتها simple كولومنا ابثيليم كل مسبة بسيطة مثل نيوكل نيوكل معلتها بيضوية وموجودة على القاعدة اللي إنهاي القمية مالتها تستخدم بسيطات برسم بوردا أو برش بوردا تقول إن هاي القمية هي عبارة عن برش بوردا أو سترايتين بوردرا لشي هذا حسنا احنا اعرف ليش لانه بها مايكروف اللاي التراستراكشرا لآآthe sitriated border seen to be a layer لماذا صار ل صارتر لانه اوربار عا layer of densely packed مايكروفيلايد دنستي مايكروفيلاي معكروفيلاي وهي المايكروفيلاي لا موجودة مايكروفيلاي اللي غلائكوكاليكس هنا وظيفته وامتصاص فرور which nutrients are taken into the cells يعني اللي نوترينت تنوخد من تروح للخلايا يعني تدخل للخلايا من خلال من خلال اللي غلائكوكاليكس فليرو حنبالنا اللي غلائكوكاليكس يساعدني بال يعني taking of the nutrients into the cell يعني هو عبارة عن بروز صواني من السيتوبلازم من السيتوبلازم approximately لقدد الأبعاد تشوفوا الأبعاد وهو مو مايكروفلاي فالوحدات مالت بالمايكرو خليها بالبال لنا خليها بالبال لك خليها بالبال لك أبوكزمتلي 1 مايكرو ربطيتها النظراني 1 مايكرو متر هاي شنو طول مالتها يعني هي صغيرة فالطول مالتها شنو هذا 1 مايكرو متر الدائم ترمالتها اججيت 0.1 مايكرو متر يعني 10 طولها فهي الدائم ترمالتها 0.1 والشيء سممالتها كلها واحد مايكرو متر. كافي. كونتينينينج اكتين. شبه هاي؟ يقول لي بيها اكتين فيليمنتز. اكتين فيليمنتز. واند انكلوز باي سير الممبراين. اكتين فيليمنت المراطات بسير الممبراين طبيعية. إيش انتروسايت. نكمل حتين عن الانتروسايت. لأن هي الهاي الابسوربتيف سيل تطلع لي من الانتروسايت. من الابسوربتيف سيل. ذن نحن عنها. فيقول لي إيش انتروسايت هاز عن أفرش أو شنو? ثلاثة آلاف مايكرو فيلاي. خير. كل خلية بيها ثلاثة آلاف مايكرو فيلاي. ثلاثة آلاف بروس طولة واحد مايكرو متر والديمتر ماضي هو فنت واحد. فيقول لي إذا أخذت واحد ملي متر تربيع. ملي متر تربيع يعني طوله بعرض. ملي متر طوله ملي متر عرض. راح ألقى به فهو بمجموعة من الخلايا مو خلية وحدة. راح ألقى به مجموعة من الخلايا الانتروسايت. فكل وحدة من ذن الخلايا به Those آلاف مايكرو فيلاي. فيقول لي راح ألقى به ميتين مليون مايكرو فيلاي. feat of these tractors يعني ميتين مليون مايكروفلاي تخيلوا. بس واحد من المثال معبع الكابيمة 20 مليون مايكروفلاي فهذا يزيد للمساحة السطحية للسمول انتستين بشكل كل شيء كبير مايكروفلاي فيلاي ان ذا بليكا سيركولارس يخرج منها الفلاي ومن الفلاي يعني الفلاي بيها وفوق الابسورتب سيرس عند المايكروفلاي فهنا ذا بني كلهن جميلة ميوكوزال ميوكوزال سيرفس كلهن يزيد للميوكوزال سيرفس أريه موكوزال سيرفس موكوزال سيرفس موكوزال سيرفس موكوزال سيرفس هذه زيادة المساحة السطحية مهمة بأورغانة مخصصة للأبسوربشي طيب نجي للخلية الثانية اللي نخبصنا بيها من العموم السنة وهي القوبلت سير قوبلت سير قوبلت يعني كأسي هاي فكلها يعني هي قوبلت تنطيني كل هاي ويعني حجمها والحجة عنها وكذا هي تنطيني ميوكوز هاي 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 تنطيني ميوكوزال هاي القوبلت سيرتنطيني ميوكوزال اللي هو الفود ما راح يدخل ما راح يتأذي ما راح يأذي الانتستين الحموضة اذا كفت حموضة ما راح تأذيني وهكذا طبعا هي الحموضة موجودة بالمعدن هنا راح ي ما يعني بعد الأكل هنا ما راح يسالها حامضي راح تجي إفرازات وتعادل حموضة وكذا يرجع سوى مؤدد مو حامضي بس أكثر شيها تحميئني من الفود ما انه ميز راح ميز راح يأذي الخلايا مالي اليوم ثالث نوع خلايا الـ في البازل بوشين ألقى سيرتشهة للأعلى ألقى سيرتشهة للأعلى مالته وألقى دواها شنو ألقى دواها حتى بالمترميش يفناه هتفناه هي تصيره ليجوه فيقول لي ايابه هاي البان السيل هي إكسوكراين سيل شوفوا إكسوكراين يعني غدة راح تفرزي فرازاتها بدكت وهي شي خارج الأوعية الدموية فوذلارك إيوزنوفيليك سكرتاري جرانيولز الجرانيولز مالتها لا إيوزنوفيليك يعني قاعدية سكرتاري جرانيولز شوفوا هاي القاعدية مالتها الإفرازات القاعدية مالتها حتى تعادل لي الحموضة اللي راح تجويه الأكل يعني الأكل بالاستومك يجعلي الـ XCR وهي جصار يعني طبيعة تخامضية فهنا راح تبطيني السكرتاري جرانيولز تكون إيوزنوفيليك يعني قاعدية يعني تنطيني الليزوزين وهي أنزيمات المحللة تنطيني فوسفولاي بيس اي تو هذا أنزيم أخذنا بالليبيتز الفوسفولاي بيس اي تو اعتقدوا سي ودي أو هي شي فهذا الفوسفولاي بيس اي تو منين يجين يجين من البانثير وعندي بعض من البانثير لازوزايم وعندي دفنسين اللي هي هيدروفوبك بيبتايد كل دفنسين دفنس يعني يدافع دفنسين يعني موادد سويلي دفاع كل دفنس يجين من البانثير لازوزايم فوسفولاي بيس اي تو والهيدروفوبك بيبتايد اللي هو دفنسين هداني كلهن بايند بايند عن دبرايك داون مامبعينيز أو مايكروارغانيزم عن بكتريال سيلورز يعني بايند تتحد ودامر لي او تفليش تكسر الممبعين مايكروارغانيزم مثل من؟ مثل البكترية. الخلية البكترية تفعل شيء. بانزل have an important role in innate immunity and in regulating the micro environment of the intestinal crepes. شوفوا البانزل يعني هنا شنو شغلها. عقزولة على شغلها. يعني بشكل عام هي شغلها شنو؟ immunity. شغلها immunity. innate immunity and regulating the micro environment of the intestinal crepes. ها هي هاي البانزل. ثالث خلية. كانت الخلية الأولى عدنا الانتراسايت اللي هي absortive cells. والثانية القوبلة cell. والثالثة البانزل. بعدش عدنا؟ عدنا الخلية ليسوي لهن co-ordination وترتبهين وتنظم شغل هن الانتراو-ندوكريين. يقول لها أنا وين ما كان بل أحتاج الخلية تسوي لي تنظيم الشغل بقية الخلايا. يعني مثلا البانزل اش وقت تفرزي الفرازات هاليزوزاين فوسفولاي بيس اي تو هيدرافوبك بيبتاية الدفنسين. شوكت تفرزي. الدواب. أيضا القوبلة الانتراو-ندوكريين. خليه وياهم. هاي تحتاج انه تتواجد varying numbers throughout the length of the small intestine. نعم نقول اللي small intestine وين ما كان ألغى الانتراو-ندوكريين. بس شنو عدد هي يختلف؟ ستريك 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 فيس بيبتاية هرمون. تنطيني هرمونات بيبتاية. uh many of these are the open type. شنو يعني open type؟ يعني uh in which the concentrated epical and the uh epical end of cell contact the intestinal اليوم. يضغطي يعني شلون صائعة المشكلة القلم ويمني. هاي هاي فرضاً يعني الجدار. هاي الخلية هيش منا? مجدس يا ربي. آه شوفوا. هاي النهاية القمية ما للخلايا. هاي الخلية هيكي. النهاية القمية مالتها بشكل أو بآخر انه تلامس لي اليوم. بالتالي اللي فازات مالتها راح تروح للي اليوم. فيقلي لذلك سماها open type. النوع مالتها open. uh many of these are are of the open type. uh and with the concentrated epical. concentrated epical end of cell contact the intestinal اليومي. وبعد تقلي هاي بها كيمو رسبتا. يعني تتحسس كيميائياً آه كيمو. شوفوا. آه كيمو رسبتا. يشوفوا. آه كيمو رسبتا. آه كيمو رسبتا. حالة الكيمو رسبتا. حاذا الكيمو رسبتا هو ساوه لبالتها من تلك مستوى مستوى تواجد مواد غذائية معينة مثل الشوكاس ترغيو ليت هرمونات وكدا مالتها يعني ما الانتيرو فبيها تمو رسبتر يتحسس دي ساملين في وزهار تين نوترات مثل شكار ليش حتي ساولا تريغيو ليت هرمونات دينيسيب بيصول آخر خلية هي الأم سيلس أو يصبح له مايكروفول سيلس الأم سيلس أو المايكروفول سيلس هي سبيشيلايز أبيثيليل سيلس يعني أبيثيليل سير متخصصة يعني أكثر شيء موجودة بالإليم الهجرة الأخيرة الثالث نحن هستوني قلت لكم بالبداية أنه نحن أخذ الإليم والدودينم كل واحدة به نفتشي مميز فهس هناك الوقت نحكي عن الإليم الإليم الشي المميز بي بلمف تجمعات مع اللمف وكذا هاي التجمعات مع اللمف أسميها بايرفت بات هاي الأم سيلس كمالتي أو السحلة المايكروفول سيلس هي موجودة overlying the lymphoid follicles of pyre parts يعني تغطيه لي صار داير ما داير الpyre parts these cells are catarized المهم اجتم تشخيصها بيمن by the presence of the basal membrane invaginations or pockets containing many intrapithelial lymphocytes and anti-gene presenting cells يعني شنو الصفة المميزة هاي الأم سيلس انه هاي الأم سيلس وظيفتها أو هي شنو بيهبيها بيظل من brain invagination يعني هذا من الغشاء مالتها هذا الغشاء مالتها هي جمشي صار به invagination للأسفل يعني الداخل الخلية مو اذا بروز هيت الخارط الخلية باتجاه مثلا اليوم انكبه هاي سمينا بيثليام و نسمينا عفون في اللاي ومايكرو في اللاي لا هذا الداخل الخلية من الممبارين مالتها للداخل سمينا 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 invagination وبعد هاي الانفاجination الها اسم ثاني سميها pocket يعني جهوب في صار به هاي الجيب للداخل يقول لي هاي نو هاي تكمل شغلها طبيعي خلية شوف شون خلية مع التبا رسمي يلا containing many inter-acterial lymphocytes به هاي lymphocytes هنا antigen-presenting cells antigen-presenting cells يعني خلايا تجيب للانتجين شوفوا احنا شنو عدنا عدنا بالاميونة ان شاء الله إذا خذناها حتى أنا شراح يكميها خذنا الواهز بالاميونة عدنا فاتشي اسمي انتجين وفاتشي اسمي انتبوت الانتجين هو زي البكتيريا الفيروس الحالة اللي راح يسوي لالتهاب اللي هاجم الجسين أوكي الانتبوتي هو يعني المضاد الأجسام المضاد اللي راح يفسه الجهاز المناعي ضد هذا الانتجين فيقول لي خلايا الانفاجينيشن شوفوا وظيفتها شون حلوة بيها خلايا تجيب لي presenting antigen-presenting cells يعني خلايا تجيب لي الانتجين يعني اجف من اليوم ويلأكل هاي الانتجينات اكثر يعني نسبة شبيرة معتها اجتني لالأكل فش راح يسوي الانتجين راح يتحسس لها كذا يشوفها يلقضها يجيبها هنا لانه هنا عندي خلايا اسمها خلايا خلايا تجيب لي الانتجين خلايا تجيب لي امسي selectively اندوسايد انتجين يعني تدخل الانتجين بعض تفضلوا يبنا تدللوا معرفش نتوحك عليهم شوفوا شون راح تدق بيهم الدقة الناقصة selectively اندوسايد انتجين and transport them to the underlying lymphocytes نقلتهم بساطة معرفش المهم نقلتهم للليمفوسايد اللي جواها and dendritic cells شنها dendritic cell معرفها المهم راح تنقلها همشي للليمف بالتالي راح migrate to the lymph nodes ما راح للليمف نود الورطة بالليمف نود لانه الليمف نود يعني immunity system فراح يجيها immune response شن هو immune response يعني راح يحرقها حرك يحرق الانتجين وراح تصعد المناعة مع الجسم والجهاز المناعة يشتغل وكذا حتى يحارب للانتجين حتى وين ما كوا انتجين بالجسم يعني ما كوافيروس بكتر هي ما عرف يروح يحارب يقفت له فشوفوا هي الامسل ضحكت على الانتجين جابتها بها بها انتجين presented cell جابتها للليمف نود وصلتها للليمف نود حتى بالليمف نود انحرقت ويعني ماتت بعد فصار لها anti-appropriate immune response ردة فعل immunity مناعية مناسبة اوكي نجي الاخر شيء الاخر شيء من المحاضرة هو قلت لكم علي هذا اسهل جزء كمان الخلايا ما ل intestinal glans يقول لان عندي دودنم بال small intestinal عندي دودنم وعندي الجزء الاول خلي شوفكم مناسبة هذا الجزء الاول هذا الدودنم هذا الدودنم النوبر الجزء الثاني شو نه اسمه الدودنم هذا الجوجي النوبر الجزء الثالث سLS الشوفوا واحد cellphone هل هذا الجوجي هذا الجوجي هو أصغر يعني أقصر واحد الجوجنم وشوية أطول من عنده الإليم راح يكون أطول واحد به هاي كطول احنا من هاي الصورة هذا اللي عرفنا بعد اش راح نعرف هاي راح نعرف انه الدودنم بصفة مميزة شنو الصفة المميزة احنا حاتيها هي الإيزاوفيقاس قلنا الإيزاوفيقاس والدودنم ثمين بهن قلانس فبالدودنم أنا عند قلاندات اسميها برونر قلانس هاي برونر قلانس يعني قلاندات موجودة بالصفة الميوكوسة بالإيزاوفيقاس وبالدودنم فقط ألقى قلاندات بالصفة الميوكوسة فمن وصلت للدودنم يابا الدودنم المميز به إنه بيه قلاندات بالصفة الميوكوسة شنو اسمها؟ اسمها برونر قلانس حسنا قلت لكم شيء المميز خلينا نقرأ كله يقول لدودنم الشورتست سيجمينت الشورتست سيجمينت أخذناه احنا شفناه من الصورة إنه هو أقصر واحد إحنا أخذنا نقلنا طولها بالبداية ستة إلى سبعة متر هاي ستة إلى سبعة متر هو القد راح يكون الطول ما للدودنم أول جزء الدودنم عشرين إلى خمسة وعشرين سنتيمتر شو القد فقير يعني ما أخذ طوله هواية وكذا قال أنا عشرين إلى خمسة وعشرين سنتيمتر كلش كافي ما رج طول أكثر بتهاد بفتحة هاي الفتحة شي سموها؟ هي بدودنم إذا راح يسموها دودنال بابللي هي دودنال بابللي أوبني تيجي بيها بنكريات يدخل من خلالها البنكريات دونيت آند بايل آند البايل اللي هو المادة الصفاء أو هيكي نحن 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 لنا بحالة الصفاء أو بله نحن نحن نترم للمنزوجة فوحدة من هن البنكرياس البنكرياس هنطين يفد. البنكرياتيكجويس لازم يدخلي يساعد يبعمليات الحضم. طيب اني انا دخل بالاستومك لا ما قدر ادخل بالاستومك. بعد استومك شعنجي? عندي السمال انتسين. اي بالاسمال انتسين عندي اول اسمه دودنا. هذا الدودنا بفتفتحة اسمها الدودنا البابلي. فرح تيجي من خلال هاي الدودنا البابلي يجي البنكرياتيكجويس. ويدخل للآآ للسمول انتسيني يعني بشكل عام والبايل هم ينتجي لتنترى الى ديجيسي في تراك لديه مميز بالسمول انتسيني يشبه البقية ولكن ما هو المميز بي بيبانار جلانس اللي هي جلاندات موجودة بالصم الميوكوس ما هو وظيفتها؟ إذا تذكرون أخذنا نربط شيء بشي بالإيزوفايكوس أخذنا إيزوفايجيال جلانس بروبار بوقتها وظيفتها هم تفرزي مخاطف معده ميوكوس طيب عنده صب ميوكوسة هاي يكون يونيك فيتر دودنوم دودنوم شنو بي طولة عشرين الى خمسة وعشرين لذلك هو يكون شورتس بيبانار جلاند وبي دودنال بابللي الدودنوم اللي هي قلنا ما بيها شيء مميز بس أخذنا إنها اللي قلنا البلكا سيركولار سيكون كل شواضحة بيها البلكا سيركولار عفوان الدودنوم البلكا سيركولار البلكا سيركولار الدودنوم شوية أطوال ذلك عشرين الى خمسة وعشرين سنتمتر لا هذه اثنين ونص متر يعني مترين ونص يعني إذا نجيب الجوجنوم ونوقف واحد من شبابنا طويل هي راح تكون الجوجنوم أطوال من عنده كأنما الضعف مالطولة 2.5 متر 2.5 متر مترين ونص بس الدودنوم يا الله لذلك 2.5 of the rest of the small intestine إذا نقسم خمس أخماس خمسين هي الدودنوم والإتهاز نونج نونج الفيلاي مالتها تكن لونج ونوقف واحد نقيم الملاد نشكل الغاب الملاد في الدودنوم 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 ستعلك خمس الأخض من الدودنوم بالأليام سلجأ القلب الأخض ندود الأخض بعد ندود الأخض نصل إلى الأشراع الأشرع 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 أكثر وأكثر. يقول لي هاي بيها قبل السيرز شوية أكثر من الدودينم. ويقول لي إتهازني ذا يعني لا لا ما تحتوي لا على بغانار غلانس ولا على يعني لا صفة المميزة للدودينم اللي هي بغانار غلانس ما للدودينم ولا صفة المميزة للإليم اللي هي البيئر باتس. حتنا عن البيئر باتس قلنا هي ليمف. أوكي موجود بالله من فنبدأ بالإليوم. الإليوم is the shortest. عفوني يا short test. Longest. Longest segment. وجهة طولة أربعة متر. تخيلوا أربعة متر. بس الإليوم. أربعة متر. بغل مالكة. يعني شوفوا ما صارت طول أربعة متر الغلية. اثنين ونص متر الدودينم. تقريبا خمسة وعشرين سنتيمتر اله. خمسة وعشرين سنتيمتر. عثين. خمسة وعشرين سنتيمتر الدودينم. آآ كونان ستة ونص دين ميتر قريب السبعة متر. هوا لذلك اللي بيقول هاي آآ. طول ال small intestine كلها ستة إلى سبعة متر. لأنني أنا من قاعدة يقول لك أربعة متر. مو يعني تروح تلقاه أربعة متر بالمضبوط. دوس سنجدها تلاتة وتسعين او اربعة و شوية يعني هاي حسب هو البنية الجسم بشكل هام المهم فاذا هاي اربعة متر احنا مو قلنا قسمنا خمس اخماس فهي هاي ثلاثة اخماس من عدهن هي الاسمال هي الاليوم اوكي يعني شوفوا قسم لياها خمس اخماس خمس اخماس خمس يرمع ذهين انطاحا للجودنم ثلاثة للاليوم والجودنم كل شيء انطاحا لانه يعني كل اسقاليدة بس هي لا يعني موجودة الجودنم بس طولها يعني قصير عشرين الى خمسة وعشرين سنتمتر مقارنة بالنهية كأنما صار ثلاثة في تلاتة واحد اتهاس شوفوا قلنا القابل السلس راح يزاد عددها راح يزاد عددها يعني تجمعات ما شنو باللميوكوزة 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 الميوكوزة كانت تتكون لي من ابيثيليوم لامنا بروبريا ومس بلارس ميوكوزة فهي هاي موجودة باللميوكوزة باللميوكوزة والتعبو حتى للصب الميوكوزة اللي هي شنو المفاتيكوزة بقلي هاي المفاتيكوزة اسميها باير بارس المهم انه اليوم في باير بارس الطول مالتها اربع متر فلذلك يكون لون جزد والقوب بيقرب للسلزة هواية وها هي الحمد لله كمنا هاي هاي كمنا هاي المخاطرات اتمنى كانت مفيدة وجميلة وما غير اطول الفيديو عليكم كل التوفيق يا رب